ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان العميد دكتور إبراهيم الجباوي المدير العام للهيئة السورية للإعلام مرحبا بك معنا دكتور إبراهيم مما لا شك فيه أن هدنة الجنوب الجنوب السوري اليوم هي أمر مهم جدا لإثبات إمكانية تطبيق ذلك في مناطق أخرى من سوريا وبالتالي تهيئة البيئة بشكل عام لبدء مفاوضات سياسية والوصول إلى حل سياسي يشمل جميع الأراضي السورية ومن هنا ربما على ما يرى كثير من المحللين أهمية اليوم إنشاء مركز لمراقبة الهدن خاصة وأن النظام لا يقوم بأي هدنة إلا وبعد أقل من 24 ساعة يبدأ بخروقات في مناطق متفرقة ما الذي جرى في الاجتماع الأخير في عمان مع الروس والأمريكيين إضافة إلى المعارضة السورية في الجنوب السوري مساء الخير بداية دعني أؤكد لك ومن موقع المطلع بأنه لم يكن هناك أي حضور لفصائل الجيش الحر أو فصائل الجبهة الجنوبية في هذه الاجتماعات التي ذكرت إطلاقا ولا بشكل من الأشكال بل من كان أحاضر ممثلين عن معارضة نشطاء مدنيين من؟ لا لا كان أبدا الدول التي وقعتها على اتفاق وقف اطلاق النار هي التي كانت تتباحث حتى يتم إنشاء هذا المركز والذي أعلن عنه بالأمس بالضبط الأمريكان والروس والجانب الأردني هم الذين كانوا على مستوى التقني حصرا حتى عادل مستوى التقني لذلك بعد شهر ونصف تقريبا من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وكان من المفترض أنه بعد أيام قليلة من ثلاث إلى أربعة أيام أن ينشأ هذا المركز ولكنه لم ينشأ حتى اليوم هذا يدلنا على أن المصطلحات التي أدخلتها روسيا إلى الأزمة السورية من مناطق خفض التصعيد إلى المصالحات إلى ما هنالك يبرر لها أن تتأخر في هذا المضمار لأنه كان هناك إلاف حد بين الضامنين الثلاث بحيث أن هذه ليست منطقة خفض التصعيد وإنما هي وقف وهو اتفاق وقف اطلاق نار شامل لكافة أنواع الأسلحة بينما مناطق خفض التصعيد يجيز لبعض الأفرقاء ولكن دكتور إبراهيم الروس لن يذكر في أي من تصريحاتهم بأنه سوى مصطلح مناطق خفض تصعيد التوتر هذا ما تشدد عليه روسيا لأنه يخدم مصالحها الاستراتيجية أولا ومصالح إيران والنظام ثانيا طيب لنعود إلى الاجتماع الأخير الذي عقده والذي تقول أن المعارضة لم تكن مشاركة فيه هل لديك أي تفاصيل عن ما حدث عن طبيعة هذا المركز عن نشاطاته ما الذي سيقوم به وما وهل هو فعليا سيخدم منطقة الجنوب السوري إذا ما صحت تسمية منطقة خفض تصعيد أو خفض توتر حاليا إذا ما التزمت روسيا أولا بضمانتها تجاه نظام بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معه واستطاعت أن تلجم هذه الميليشيات فسيقوم المركز بعمله على أكمل وجه لأن روسيا والنظام خلال الشهر النصر الماضي نفذ النظام أكثر من مئة خرق على الجبهة الجنوبية ذهب ضحيتها أكثر من مئة شخص بين نساء وأطفال وشيوخ وكانت الحجة تبع روسيا أن هناك عناصر من القاعدة وهناك جبهة نصرة كانت تستهدفها تلك القوات وهو غير مذكور بهذا الاتفاق إطلاقا لا قاعدة ولا غير قاعدة كان وقف إطلاق نار شامل لذلك المركز سيكون بمجموعة تقنية ستدير هذا المركز من الدول الثلاث هذه الدول تستطيع أن تستقي الشكاوي والأخبار من الطرفين في الداخل السوري من النظام ومن الجيش الحر بأن هناك خروقات حدثت بالمكان الفلاني بالساعة الفلانية موثق بالصوت والصورة والقراءة أيضا الذي يتلقى هذا الإخبار سواء الضامن للجيش الحر أو الضامن لقوات النظام سيعرض هذا الإخبار على مجموعة تقنية الموجودة في هذا المركز تحللها وتدرسها وإذا ما كانت صحيحة ستودعها إلى الجانب الضامن عن الذي قام بهذا القرق الذي من مواجبه أن يقوم بردع هذا دكتور إبراهيم برأيك هذه غرفة العمليات أو غرفة المراقبة هل هي وسيلة ناجعة هل ستؤتي بنتائج إيجابية خاصة وأن الفصائل المعارضة في الجنوب غير متفائلة في الموضوع وعلى الرغم من إعلانها أنها ملتزمة في حال التزم النظام وأنها لن ترد إلا على خلقات النظام فقط في عدة مناسبات جاء هذه التطريحات جيش الحر في الجنوب هو ملتزم كليا بوقف اطلاق النار لسببين السبب الأول أنه أعطى الضمان للضامن والسبب الثاني أن الجيش الحر لم يكن في يوم من الأيام هاون للقتل أو التدمير أو استهداف أي جهة من الجهات لكن هو يدافع عن نفسه بينما الذي يحدث والذي حدث دائما أن النظام هو من يقوم بخلق هذه الهدنة لذلك نحن لا نأمن أن النظام الروسي هو قادر على لجم هذا النظام هل ستأتي بنتائج إيجابية باختصار دكتور إبراهيم غرفة العمليات هذه وغرفة المراقبة؟ ممكن يعني إذا ملتزمت روسيا ستأتي بنتائج إيجابية أشكرك جزيل الشكر العميد دكتور إبراهيم الجباوي المدير العام للهيئة السورية للإعلام متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان موسيقى